رغم بعدهم بألاف الأميال عن الوطن يعيش طلبتنا المغتربون في المملكة المتحدة هذه الأيام على وقع الانتخابات البلدية والنيابية التي تبدأ في الخارج بعد ثلاثة أيام حرص كبير من قبل جليتنا في ديار الغربة على أداء الواجب الانتخابي للمساهمة الإيجابية في صياغة مستقبل البلاد خلال دورة برلمانية جديدة من أربع سنوات نظرة على طموحات أبناء البحرين في لندن على الصعيد البرلماني والبلدي في تقرير مراسلنا صابر أيوب من العاصمة البريطانية لندن مشاغل الجالية البحرينية في بلاد الغربة كثيرة وخصوصا لدى الطلبة المبتعثين حيث تتوزع أوقاتهم بين الدراسة والتحذير للاختبارات وحياة اجتماعية ينقصها طعم الأهل والوطن إيقاع الحياة في بريطانيا سريع جدا الوقت لا يرحم لكن مع ذلك لم ينس هؤلاء الطلبة أبدا الاستحقاق الكبير عرس المملكة الانتخابي لاختيار ممثلية الشعب في المجالس المحلية والنيابية إن شاء الله نشوف إنجازات كبيرة من هاي المجلس أكثر من المجلس السابق الذي أبهرنا بالإنجازات بعد الانتخابات التكملية طبعا في النهاية صوت الشعب هو اللي بيفيد الشعب ولازم الشعب يعرفون هل ترى صوتهم يهم وترى اللي ينتخبونه ولا اللي يصوتونه ترى مو بنص انه اوه هاي من ويلد فريجي انه اوكي بصوت له لانه اوه لاني بمستحتي لا احنا كنا طلبة ندرس في الخارج في المملكة المتحدة خصوصا بإذن الله راح نصوت او راح نشارك بالأحرى في الانتخابات النيابية والبلدية القادمة كون هذه الانتخابات تخدم الوطن وتخدم المواطن إن شاء الله راح نروح نصوت إن شاء الله على اساس انه يكون يدعم تطور المملكة في البحرين وانا يعني ان شاء الله حث جميع الطلاب يعني انه يصوتون من انه الصوت حق على الواحد ولازم انه يسلم في المكان المتازع المناسبة من ديار الغربة يبدو تصميم المواطنين المغتربين والطلب المبتعثين واضحا للمشاركة في رابع عرس انتخابي تشهده المملكة عمل كبير يحضو هؤلاء الطلبة في أن تتواصل مسيرة الإصلاح الوطنية أنا ما أدري شنون إن حان يصير في الديرة لأنني أنا في ديرة غربة فأنا أبينا ديرتي تكون تحصل منفعتها وأعرف أن أنا صوت يهمون أبينا راح أصوت إن شاء الله وقت التصويت تواقع من البرنبان أنه يكون فيه طبعا تطوير من ناحية إيجاد فرص عمل في البحرين للطلبة المتغربين سواء مواطفي مبتعثين نحن كطلاب هدفنا الرئيسي هو رفع راية بلدنا وخدمة وطننا بعد ما نكتسب هذه المهارات اللي ناخذها عن طريق الدراسة في الخارج في أعلى الجامعات مستوى في التعليم يسعدني جدا أن أمور الانتخابات تسير كما هي في الدول المتقدمة والمتحضرة وهو مظهر حضاري في الحقيقة قد يمر بمنعطفات لكن التجربة ناجحة وبكل اقتدار الشعب البحريني قادر على الوصول إلى نهاية المضاف في وايد ناس متقدمين للترشيحات هالأيام إنه بيكون في وايد تعدد من المهن والاحترافات في المجلس النيابي وأعتقد هاي الشايزين أن يقدر يمثل العديد من الناس في المجتمع بدون أدنا الشيك الانتخابات راح تدعم المسيرة الإصلاحية اللي نقدمها جلالة الملك بين مواطنين المغتربين ومن هم في المملكة قد تختلف الأولويات يوم التصويت هؤلاء الطلبة يشغلوا بالهم مرحلة ما بعد التخرج وظيفة تتوافق مع خبراتهم العلمية والمعرفية منصب عمل يخدمون به وطنا لم يبخل عليهم والدليل ها هم يدرسون بأرقى جامعات العالم لتلفزيون البحرين صابر أيوب لندن